مرحبا بكم عزائي الطالبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول متوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الثاني الدرس الثالث عنوان الدرس أشهر السنة قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة في يوتيوب بيجو فيسبوك ريستاد طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول متوسط نبدأ بالدرس اليونت الثاني الدرس الثالث أشهر السنة بالبداية يقول لي listen and repeat the names of the months استمع وردد أشهر السنة احنا ما اخذيها سابقة جنوري فبروري مارش ايبرول مي جون جولاي اوغست سبتمبر اكتوبر نوفمبر ان ديسمبر هذين الكلمات لازم انت تعرفن كتابة لفظ معنى تسلسل هذين الكلمات لازم تعرفن اللي هنه أشهر السنة اخذناها بمراحل ابتدائية وراها يقول لي listen and read learn the poem استمع وقرأ وتعلم هذه القصيدة الغنائية شوف هنا لم يسوي ليها على شكل قصيدة أو انشودة january february the weather is cold but in march and april ice cream is sold هذه القصيدة الغنائية يقول لي january و february اللي هو شهر الاول والثاني الجو بارد لكن في الشهر الثالث والرابع يباع الايس كريم may is the month when we all have fun we can swim and play out in the sun may هو الشهر الذي نحظى فيه بالمتعة حيث يمكننا السباحة اللعب في الشمس in june of course it's very hot july and august the worst of the lot september october getting cooler again november december here comes the rain in june في الشهر السادس of course it's very hot بالطبع يكون الجو حار كلش july and august the worst of the lot اللي هو اسوأ الاشهر من حيث الحرارة september october getting cooler again بشهر september october التاسع والعاشر الجو يبدي يبرد اكثر november and december here comes the rain اما november و december اللي اشهر اللي تجي بيهن الامطار هذه مجرد قصيدة غنائية يعني مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير او الامتحان الشفوي لكن اكو بعض المعلومات المفروض نحفوظها من خلال هاي الفقرة اولا الملاحظة الاولى اشهر السنة يكتب الحرف الاول منها كبيرا انه ما وجدت في الجملة شفهننا داتنا تشوفون هاي الملاحظة بيقول لي يابا ترى اشهر السنة الحرف الاول منها يكتب كبير في الجملة هاذ بتتفيدني وين بتتفيدني بسؤال التنقيض انتبهوا طلاب اذا جاب لجملة بالتنقيض بيها احد اشهر السنة يجب أن يكون الحرف الأول منها كبير بعد يجب حفظ إملاء أشهر السنة بالترتيب شوف أولا لازم أحفظ إملاء أشهر السنة يعني لازم أعرف شون تنكتب جنوري وفبروري ومارتش وإيبرول ومي إلى آخرهم إملاء لازم ينحفظا ولازم كذلك أحفظهم بالترتيب الصحية جنوري فبروري مارتش إيبرول مي جون جولاي أوغس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر ما أخربط بين عدسن مع اختصارها مهم جدا طلاب يعني ثلاث معلومات بمعلومة وحدة أولا لازم أعرف أن جنوري تكتب بهذه الطريقة شن الاختصار مالتها اختصارها أول ثلاث حروف من عدهم ونقطة هذه النقطة ترى مهمة لأنه يجينا بسؤال لا بعد قليل رح نعرف شون الصيغة تجينا بالامتحان كذلك لازم أعرف أن الشهر الثاني هو شهر فبوري فبراير الاختصار مالتها بهذه الطريقة أول ثلاث حروف والنقطة مارش وكذلك أول ثلاث حروف والنقطة أيبريل أول ثلاث حروف والنقطة ماي هي أصلا مختصرة هي ثلاث حروف وزاد النقطة إلى آخرهم لازم أعرف ترتيبهم الشهر الأول الشهر الثاني الشهر الثالث الشهر الرابع إلى آخرهم ولازم أعرف كل واحد شن الاختصار مالتها ليش أستاذ شون يجينا بالامتحان ليش تريد نحفظهم بالترتيب ليش تريد نحفظ أملائهم من الممكن بسؤال الأملاء يقول لي كمثال جنوري فاصلة جن ونقطة سواليها سواليها اختصار قال لي زين جون فاصلة شنو لازم تعرف تختصر جون يكون اختصارها بالطريقة التالية أول ثلاث حروف زائد النقطة إذا ما خليت النقطة ترى تعتبر خطأ النقطة دليل الاختصار هذه صيغة أولى أو لا قال لي بصيغة ثانية كمثال قال لي جن نقطة فاصلة جنواري شن معناها؟ ليقول لي هذا الاختصار جن هو اختصار لجنواري زين تقدر كمثال تفك الاختصار عن كلمة نوف أو الاختصار مع النوف فأنت لازم تعرف أن النوف هو مختصر مع النوفمبر نوفمبر لازم تكتبها بإملاء صحيح لذا عليك أنا قلت لك لازم تحفظ املاء الكلمات زين هستاذ حفظنا املائهم وحفظنا الاختصارات زين لش تريد نحفظهم بالترتيب؟ من الممكن الأستاذ يجبلك ياها بصيغة ثانية كمثال يقول لي جنواري فبرواري فراغ ايبرل وهكذا اش تريد يوضح لي؟ يقول لي جنواري فبرواري فراغ ايبرل شهر اول شهر ثاني شهر ثالث شهر رابع الشهر الثالث مفقود تقدر تكتب للشهر المفقود؟ انت إذا ما حافظهم بالترتيب الصحيح ما رح تعرف أن الشهر الثالث هو شهر مارش وبالتالي إذا ما حافظهم لأي ما رح تقدر تكتبه بإملاء صحية لذلك يجب حفظ إملاء أشهر السنة ترتيبهم واختصاراتهم لأن هذه الصيغة أمامكم هي اللي ممكن تجيك بالامتحان التحريري إذا عرفنا الفقرة الأولى يجب حفظ إملاء وترتيب واختصارات أشهر السنة نحن حافظيهم سابقا من المرحلة الابتدائية لأننا مجرد ديري دراجع لياهن الآن ننتقل للفقرة الثانية لكات the table انظر إلى هذا الجدول and answer the questions about England وأجب على الأسئلة المتعلقة بإنجلترا شوف هنا أنا منطيني اختصارات جان مختصار مع جنوري فبروري مارش أيبرول ماي جون إلى آخرهم يقول لي أنا منطيك صورة بكل شهر يدلي على التقص اللي بهذا الشهر يعني مثلا جنوري وفبروري منطيني صورة هذا الدب الجليدي إذن الجو رح يكون بارد ومثلج بشهر مارس منطيني الجو عاصف بأبريل ومي منطيني الجو بين ممطر وبين مشمس بجون وجولاي وأوغست الجو مشمس وهكذا وراها شي يقول لي يقول لي وين داست سنو متى تثلج متى يكون الجو مثلج جاوبني على هذا السؤال هاي الأسئلة يسألها الأستاذ بداخل الصف كتحضير يومي أسئلة شفوية يسألهم بداخل الصف لذلك حاول تحفظون الأسئلة عندما تروحون محضرين إذا سألكم الأستاذ بداخل الصف هسا وين داست سنو متى يثلج متى يكون الجو مثلج تباوعة الصورة مثلج بياجي شهر بياج شهر جنوار وفبروري فأقول لي it سنوز جنواري أنا فبروري زين وين تس كلاودي متى يكون الطقس غائم هاي الصورة ما الطقس الغائم شهر أكتوبر فأقول لي إن أكتوبر وهكذا وين تزويندي متى يكون الجو عاصف في شهر مارس وسبتمبر أقول لي إن مارس وسبتمبر وبعد أي الأشهر هو الأبرد ياهو أكثر درجة حرارة باردة به الشهر الأول شهر جنواري أقول له جنواري أي الأشهر هو الأكثر حرارة شهر جولايل اللي هو 26 تبلغ درجة حرارة إذن أقول له جولايل هذا ما خص الفقر الثاني أسألة شفوية يكتحضير يومي يسألها الأستاذ بداخل الصب حاولوا تحفظون ذن العجوبة أما بالامتحان التحريري غير مطلوبات ولا حتى بالامتحان الشفوي ننتقل إلى كتاب النشاط ببداية يقول لي using the comma استخدام الفارزة أو الكومة أنا منطقي أني ملاحظة يقول لك تستخدم الكومة أو الفارزة عندما نقوم بتأداد الأشياء حيث توضع بين الكلمات التي نعدل دها عدل كلمة الأخيرة نوضع قبلها أن ما أفتهمت ستاشون يعني يعني مثلا إجئت قلت I bought اشتريت bag حقيبة pencil قلم book كتاب ruler مصطرة عددت أربع أشياء شو تقول الملاحظة تقول إذا أنت بديت تعدد أشياء توضع فارزة بين الكلمات التي تعددها هاي الفارزة الأولى هاي الفارزة الثانية ما عدل الكلمة الأخيرة هاي الكلمة الأخيرة اللي معدديها أوضع قبلها and ما أخلي فارزة بينها وبين الكلمة اللي قبلها إذن I bought bag فاصلة pencil فاصلة book and ruler ما أخلي الكلمتين الأخيرات ما أخلي بيناتهم فارزة أخلي بيناتهم and هذا بها سؤال تفيدني كذلك بسؤال التنقية فأقول I bought bag فاصلة pencil book and ruler فهسه هذا التمرين مهم بين الممكن أن يجييني وين بسؤال التنقية فكمثال My sisters are called sanna dana huda دي عدد sanna dana huda ثلاث كلمات الكلمة الأولى والثانية أخلي بيناتهم فارزة والكلمة الثالية والثالثة أخلي بيناتهم and بأتبار هنا آخر شي فأقول My sisters are called sanna dana and huda والأخير أخلي النقطة I go to school in september october november december أذهب للمدرسة في هذا الأشهر عدد أربعة تعدادات فارزة فارزة وبالكلمة الأخيرات أخلي بيناتهم and فأقول I go to school in september فاصلة october فاصلة november and december الكلمة الأخيرات ما أخلي بيناتهم فاصلة أخلي بيناتهم and winter in England is often cold windy شوف هنا cold windy منطيني بستعداديا إذا بستعداديا أخلي بيناتهم فارزة لا فقط أخلي بيناتهم and أقول winter in England is often cold and windy my favorite foods to eat are فرار شوف هنا أنا يقول لي تركي أفت أطعمة المفضلة هي فرار أتش قد ما تعدد براحتك كل واحد أو كل طالب يكتب الأطعمة اللي يحبها كمثالة قول my favorite foods are chicken فاصلة fish فاصلة rice and vegetables هذة من الكلمات أو الأطعمة اللي أحبها هذا التمرين تمرين تنقيط مهم جدا من الممكن أن يجيب لي أحد هذي الجمل ويقول لي punctuate the following sentence نقط الجملة التالية طبعا طلاب ملاحظة يعني هذه الملاحظة الخاصة بالتنقيط ملاحظات التنقيط اللي أخذناها بالخامس ويقام بلاول متوسط معروف ويعني شيغ prophetic نخلي الحرف الأول كبير شيغ لي کات لكن انضافت لهم هذه الكلمات أو انضافت لهم هذه الملاحظة فبما ان انضافت هذه الملاحظة نطبق الملاحظات القديمة بالاضافة الى هذه الملاحظة ننتقل الى التمرير الرقم 2 انظر الى كتاب الطالب واجب علي اسئلة تالية هنا اذا يسألني اسئلة عامة يقول لي يا شهر من اشهر السنة اللي انت حافظتها بداية الدرس باقل عدد حروف او اقصر كلمة تعتور شهر ماي ماي ليش لان بي فقط 3 حروف بعد زين يا شهر من اشهر السنة اللي يتبر اطول كلمة او اكثر كلمة بها عدد حروف دور بالاشهر راح تلقون ان شهر سبتمبر هو اطول كلمة متى تمطر في انجلترا وضحنا بذروس سابقة وكذلك بالصورة اللي اخدناها قبل دقائق ان المطر في انجلترا يصادف في شهر ايفرل الرابع ماي الخامس جولاي السادس ونوفمبر ان ديسمبر الهدعش والاثمعاش طبعا لاحظوا قلي بانجلترا ما قلي بالعراق لان احنا بالعراق فقط في شهر اثناعش والواحد تقريبا تمطر اما باقي الاشهر السنة ما تمطر لذلك هو ديوضح لي ان انا اريدك تقول لي وين تمطر او شوك تمطر في انجلترا مو بالعراق وين تساني متى يكون الطقس مشمس تقول لي ان ماي جون جولاي روح لبعض الصور راح تلقون ان ماي جون جولاي ان اوكس وين دوز ترين ان اراك شوف هنا نساني متى تمطر في العراق بالعراق شوك تمطر اقول له فقط في نوفمبر ان ديسمبر الشهر الهدعش والاثمعاش تقريبا هو هذا الاشهر اللي تمطر بها بالعراق هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير او امتحان الشفوي كذلك هذه الاسئلة الشفوية بداخل الصف يسألك تحضر يومي اما بالامتحان التحريري او الشفوي غير مهمات ننتقل الى تمرير رقم 3 يقول لي read and answer as quickly as possible شوف هنا انا يقول لي اقرأ هاي الاسئلة وحاول اجاوب بسرعة هيش هو الفكرة مالتا انه لازم اجاوبها بسرعة لان اسئلة سهلة ومعلوماتها ما اخذيها سابقا عاصمة العراق هي ضغداد يوم غد سوف يكون يوم غد سوف يكون كم الثالث تقول لي يوم الاثنين حسب اليوم اللي انت موجود بي The month in which you were born الشهر اللي انت موجود بي هو يا شهر التحافظ الى الشهر بالتسلسل يا شهر جيت فتقول له كمثال انت موجود بشهر اوغست الشهر الثامن الشهر اللي انت موجود بي صديقك هو تسأله بيا يوم انت موجود يا شهر فتذكر اسم الشهر كمثال شهر ماي The country where you were born is البلد اللي انولدت بي العراق The first month of the year اول اشهر السنة هذا كلش مهمة المعلومة اول شهر من اشهر السنة هو جنواري The hottest month of the year اكثر الاشهر حرارة هو جولاي The best month of the year افضل شهر بالسنة كل واحد يختار شهر كمثال فيبرواري Three countries in Africa ثلاث بلدان افريقية عدد لياهم كمثال ايجيبت انجولا سودان ليبيا الاخري كلهم تعتبروا بلدان افريقية هذا مايخص تمري رقم ثلاثة بس الجملة المتعلقة بالنقطة F من الممكن تجيك بسؤال الاسقاطات يقولك The first month of the year أول اشهر السنة هو فراغ على مد ما انسى بالتمرير رقم اثنيا نرجع له من الممكن كذلك يقولي The month which has the longest name الشهر اللي هو اطول شهر اكثر عدد حروف اس فراغ هذا الممكن تجيك بسؤال الاسقاطات او كذلك أطول شهر سبتمبر أقصر شهر مي اقصد من ناحية عدد الحروف هذا الممكن تجيك بسؤال الاسقاطات تمرير رقم ثلاثة قلنا فقط نقطة F من الممكن تجيك بسؤال السقاطات اما تمرير رقم خمسة يقولي حاول ان تملى شجرة الاحرف هذي متعودنا سابقا شون نمليها كمثال ان انجلند شن يكلم المناسبة للفراغ بانجلترا في فصل الشتاء شي يصير اقول سنو معناها تثلج في نهاية رمضان نحن فراغ صيامنا شنسوي للصيام بريك معناها نكسل صيامنا فراغ هو خامس الأشهر شنو خامس الأشهر شهر ماي هو خامس الأشهر أخت أمي تعتبر خالتي وهكذا هناك ثلاث فراغ في السنة الدراسية في انجلترا ثلاث ترمز شنو ترمز؟ فصول أو كورسات اكس كلمة لاند يعير بورو يستعير اكس كلمة مغلق مفتوح وهكذا اكس كلمة نفر اكس كلمة نفر فراغ فراغ يأتي بعد الشتاء يا فصل يجيني وراء الشتاء فصل السبرينغ الربيع و عكس كلمة رطب جاف طلام كواجب بيتي كتحضير يومي مهم لكن بالامتحان التحريري مهم جدا 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 بعض الجمل مالتي تجيني بسؤال الأسقاطات بعض الجمل مالتي تجيني بسؤال الأملاء يعني كمثال فراغ النقطة الثالثة فراغ هذا يجيني بسؤال الأسقاطات يا هو خامس الأشهر أنا يطيل لمجموعة أشهر فوق أو مجموعة كلمات أسقط الكلمة بالفراغ المناسب أنا أحافظ أنه خامس الأشهر هو يا شهر شهر ماي وهكذا أو من الممكن أن نقل أف أو جي أو أتش أو جي هذاني كلمات أو ذاني العبارات للحفظ إملاء يعني لازم أعرف عكس كلمة لند أحفظوهن ذاني معاكسان لند عكسها بورو هذاني تكتبوهن بالدفتر كلاوز عكسها أوبن يغلق ويفتح نيفر عكسها أولويز هذاني لازم تحفظوهن إملاء وويت عكسها دراي جاف عكس الرطب هذاني كلمات للحفظ إملاءا تعتبر معاكسات تجيني بسؤال إملاء أما الباقيات تجيني بسؤال الإسقاطات كمثال قل لي إن إنجلند أتيوج وضي فراغ وينتر عادة ما فراغ في فصل الشتاء شي صير في فصل الشتاء الكلمة اللي أنا رح اكتبها بالفراغ رح ألقاها بأعلى تسمرين وأسقطها بالفراغ المناسب وكذلك مع الجملة الثانية والنقطة D والنقطة I إلى آخره أما الباقيات المعاكسات واللي لحفظ إملاء تجيني بسؤال الإملاء فطلعت لكم الآن أظنى حال تكتبوهن بالدفتر هذا كان دايسنا لهذا اليوم أخذنا بأشهر السنة تعرفنا إن الأشهر السنة يجب حفظها إملاءا ومعنى وبالترتيب بالإضافة لأن الحرف الأول من قدها يكتب كبير كذلك حفظنا اختصاراتها عرفنا شان تجيني بالامتحان شوان نقدر نجاوب عنها اطرقنا لأنشطة الكتاب ولاحظنا إنه بعض الأنشطة مهمة جدا بالامتحان التحريري حالوا تكتبوهن ذلك الملاحظات بالدفتر وتسجلوها وتحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري وكذلك رح تفيدنا بالدروس القادمة لاحظنا إن هذا اليوم كله يتحدث عن الأشهر السنة وصول السنة وطريقة الجاو مثل ما وضحنا بدروس سابقة إنه كلمات المتعلقة بالطقس رح تفيدنا بالدروس القادمة رح أقول لك هنا مرة ثانية إنه ذني كلمات المتعلقة بالأشهر السنة كذلك رح تفيدنا بالدروس القادمة لأن هذا اليوم كله مترابط فحاول تحفظو ذلك الكلمات أول بأول على المدى ما تتراكم عليك بنهاية السنة ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سبسار أو وظافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون إلى الحسابات الموجودة معكم على الشاشة اشتركوا في القناة